نروح للمنتخب عشان نكون قفلنا كل الملفات على قد ما نقتر يعني فكرة هنا برضو فوز المنتخب على النيجر بيعني ثلاث أجوال أو بثلاثية زي ما بيتقال بداية حلوة ناس كتيرة جدا تكلمت في هذا الموضوع لسه عندنا ليبيريا وفي نفسه تقريبا يوم الثلاث بعد بكرة بالزبط كده ونازمة بتبتدي تقايم مع أن تهيأ لي حواليك برضو تتفق بها غلط أن أنا قايم من دلوقتي أنا لسه بشوف كل دي مباريات ودية لسه بحاول أشوف التناغم مع اللعيبة ما بين المدير الفني والتاكتكس اللي بيحطها الجمل الهجومية بنشوف أصلا ده بيلعب ازاي فتقدر تقيم لي كده من وجهة نظرك زي ما البعض يعني أدلة برأيه لحد دلوقتي أو اللي جاي إن شاء الله مع فيتوريا هيبقى شكله عامل ازاي؟ طبعا إحنا في التواف الدوري ده دلوقتي أو الأجندة الدولية دي معظم الناس كلها ومعظم المنتخبات بتحضر دايما لكاس العالم كله تجهيز بالزبط لكن طبعا بعد الفشل وصول لكاس العالم فإحنا في مرحلة جديدة روي فيتوريا مدرب كويس في بتاعه محترم جدا كان فيه إقبال شديد جدا أو فيه قبول شديد جدا من جماهير الكورو مصري في شكل عام على تعيين روي فيتوريا مدير الفني المنتخب مصر يعني إحنا ممكن من مباراة واحدة أو من مباراتين أو من ثلاث مباراتين قائم الرجل كلام ده أنا هوان ده أكيد هيبصعبة جدا زي ما أنت قلت ولكن وخصوصا المنافس كان ضعيف اللي هو النيجر أو مش ضعيف أو بس المنافس مش قوي جدا وفي نفس الوقت برضو مبارات ليبيريا مش مبارات قوية ولكن ممكن نطلع بالكلام ده بحاجة نطلع بالكلام ده بأمارات منتخب مصر كان شكله كويس منتخب مصر كان بنشوف حاجات جديدة بقالنا كتير ما شفناش للمنتخب المصري حتى بغض النظر عن التنفسية الضعيفة مع النيجر ولكن بقالنا كتير أول مش شفناش منتخب مصر بيغضغط دايما في التلت الأمامي أول ما بيفقد الكورك شفنا منتخب مصر بيعمل هاي لاين بشكل كبير جدا 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 شفنا توظيف جديد لأحمد السيد زيزو طبعا كلنا عارفين من زيزو الفترة فات كان من أفضل اللاعبين في مصر وأفضل لعب في مصر طوق بيها السنة اللي فاتت فزيزو بيلعب دايما وينج رايت المكان اللي بيلعب فيه محمد صلاح طبعا ما فيش حد يقدر ألعب محمد صلاح فشفنا الراجل بيوظف بشكل جديد زيزو إنه هو بيلعبه في نص الملعب وساعات بيغير الطريقة لأربعة أربعة واحد واحد وشفنا عشان خاطر محمد صلاح يبقى عنده الأريحية ومحمد صلاح يبقى عنده المرونة إنه هو يبقى موجود على حدود الثانتاشر ويطلع بارة الثانتاشر يخش جواه يبقى عنده التحرك في الحتة دي وإحمد سيد زيزو بيطلع على الجانب اليمين دي الأفكار الجديدة اللي شفناها لروي فيتوريا زايد برضو كريم وزايد نهواند برضو بيعجبني في المدربين البرتغاليين يعني شفنا من كروش راجل طلع مثلا راجل مثلا جاب لعيبة كتيرة جدا محدش كان يعرف عنها حاجة أو كانت بعيدة شفنا طبعا محمد عبد المنعم اللي يبقى واحد من أفضل المدافعين الموجودين في مصر خلال عشر سنين اللي جايين شفنا عمر كمال عبد الواحد شفنا لعيبة كتيرة جدا نفس الكلام بقى شفنا مع روي فيتوريا شفنا محمد حمادة العيد جديد في وسطن ملعب لعب تقريبا التسعين ديئة كاملة قدم أوراق اعتماده بشكل كبير جدا كل اللي انت بتكلم عنه جميل وكلها إضافات وكلها حاجات احنا محتاجينها خصوصا الفترة الجاية بس اختيار المنتخبين دول فكرة انت بتلاعب لايبيريا والنيجر فكرة وعلى حد تعبيرك انت قلت الفرق مش قوية اوز في ناس وقفت عند التفصيلة دي بيقولك طيب احنا ليه ما نلعبش مع فرق قوية ولو حتى قوية نسبيا لان اللي احنا حنشوفه في ارضية الملعب وانت المنافس بتاعك مش بنفس القوة ممكن يبقى شيء مضلل او يعني مش حقيقي ومش شرط انه يتحقق بعد كده لما تلعب منافس قوي دوسرا كريم اش هدحك عليك المدير الفني الجديد لما بيجي بيبقى عاوز يقصب الثقة بتاعت الجامهير وعاوز يقصب الثقة في نفسه وعاوز يقصب ثقة اللعيبة فالراجل قال لك انا ليه احتك احتكاك قوي جدا اول ما يجي مثلا على عب فريق تقيل او فريق من الفرق اللي راح يكسل عالم وانا لسه معرفتش اللعيبة ولسه اول تجمع ولسه حاجات كتيرة جدا ومعافش الظروف كانت ايه فانا ليه اول مبارتين مثلا اخسر فيهم او ممكن اخسر بسكور او مقدمش فيهم شكل كويس او مقدمش فيهم منظر فالراجل التعامل بزكاء جبير جدا فانه هو اختار مبارتين سهلين بحيث ان الراجل يقدر يطبق الافكار اللي هيكون عاوز يطبقها بحيث انه يبقى عنده مورونة انه يشوف كل الناس شفنا عمل تغييرات كتيرة جدا واعتقد ان المبارات برضو لايباريا الجاية هيبقى فيها برضو تغييرات كتيرة جدا ان الراجل عاوز يشوف مساحة رؤية واسعة جدا فهو هي دي قصة يعني واحد زي محمد حمد ده كنت لسه بكلم عليه دلوقتي الراجل ده لو في مبارات بيرا ما اعتقدش انه هو يقدر يديله فرصة انه هو يختبر او يشوفه فاختيار فرقتين يعني مش اقوية في الاجندة الدولية دي ما هو الا انا شايف انه كان اختيار انا من وجهة نظر انه هو زاكي جدا بحيث ان الراجل ما يبقاش ضاغط نفسه من الاول خاصل حينك عارفين انا كريم احنا شعب طبعا عاطفي جدا جدا اول محد بيجي بيكسب اول مباراة اول مبارتين انت بتبدأ تطمنله بتبدأ تديله لو خسر اول مباراة او حصل اي حاجة بتبدأ تقلب عليه حتى لو ده كان مظلوم وشوفنا الكلام ده مسلا مع صورش يعني راجل حظه كان وحش كتير جدا مع النادي الاقلي ممكن يكون مدرب كويس ومحدش يعرف بس طبعا عشان الظروف ما كانتش معاه فاتحرق يعني فهي نفس القصة بالزبط دي